يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لمناقشة الوضع في أوكرانيا وقطع غزة بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية محل النزاع في فنزويلا والاجتماع عبارة عن لقاء غير رسمي مما يعني أنه من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات رسمية وسيرأس الاجتماع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقال بوريل أنه سيتستفسر من الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب رسائل كراهية ضد الفلسطينيين تنتهك القانون الدولي